نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي المنالين بسم الله الرحمن الرحيم عندنا السؤال 16 و 17 سؤال 16 يقول لك استخدم شكر أنها تهتز بتردد 440 هذا الاف مع عمود الرنين لتحديد سرعة الصوت في غاز الهيليوم فإذا كان الفواصل بين أوضاع الرنين هي 110 سنتمتر وبعد التكسيم على 100 يصبح عندي 1.1 متر فما سرعة الصوت في غاز الهيليوم نحن عارفين أنه في أول عندنا القانون تبع اللمدة 2 ضرب LB ناقص L A طيب الثنين موجودة عندي والفواصل عندي اللي هي 1.1 صح وهذه بتساوي اللمدة صح طيب هذا قيم الثنين ثلاثة وهذه اللي هي الفواصل 10 سنتمتر بعد تكسيم على 100 يصبح عندي 2.02 متر اتفقنا حلو عندي قانون اللمدة اللي هو السرعة على التردد وبعدين عندي أن السرعة بتساوي اللمدة على ضرب التردد عندي اللمدة موجودة هنا هي 2.02 متر وضربة في التردد اللي هي 440 هيرتز ويطلع معايا الناتج ستمية تسعمية وثمانية وستين متر لكل ثانية ساليا